زي كل الناس علشان ناكل لازم نشتغل انا فرحة وهذا اخي صراح في زمن ينم فيه الاطفال في كل مكان على افلام يوتيوب على هواتف جوالة تعكس هذه المشاهد الوجه الاخر الباسم لليمن السعيد ورغم اختلاف الادوار التي ادها هؤلاء الصغار الا ان حكاياتهم كلها تحمل في طياتها احلاما للتغيير عجز كبارهم عن تحقيقها اسراء كيفك؟ الحمد لله حبي التمثيل؟ ايوه ليش؟ علشان الناس يشوفوني واطلاف في التلفزيان ويحبوني وكل شيء يا سلام طيب ايش مثلتي في الفيلم؟ انحنا نساعدان الناس الفقراء وبعدان نحس كاف نحس فيهم ايوه نزل نزل الآلي عسبت وتزن سواء الآلي ما منزل بن يديل لو يقرح هنا قرح رأسك وقرح الميزن حكاك عمار وصناع الصينما الصغار يتألقون في اليمن السعيد جيل صاعد أبرز أساليبا مختلفة في السرد والمعالجات الجريئة للواقع الصعب خمسة ستة اليونسف تحتفل في اليمن بالعيد الخامس والعشرين لوجودها في اليمن وبالتالي كانت تركيز على الطفل ايضا نحن كنا سعداء في إدارة مهرجان الافلام لهذا العام بأن يكون الطفل محور رئيسي وفعلا نجحنا في أن نصل بناتج رائع جدا لقد وصلنا إلى إسراء وعمرو الذين نعتبرهم أروع ما خرج به هذا المهرجان هذا العام إسراء وعمار وغيرهم من المشاركين هامشوا الحرية على ضيقه أتح لهم الفرصة للإنتاج السينمائي والكشف عن مواهبهم بكل جرأة وحرية مسؤولة أما هناك في طرقات اليمن أطفال وحكايات لا يحظى أي منهم أو منها بالاهتمام تتوجه إسراء وعمار في هذا المهرجان يعكس صورة منسية عن يمن سعيد يحن أهل إلى ماضيه أما الأطفال مشاركين هنا فيرون تسليط الضوء على معاناة شعب ينتظر الفراج ولو بالأفلام لليوم مع الحر من صنعاء عمر الورفي وينضم إلينا الآن من صنعاء فارس السنباني رئيس مهرجان اليمن للأفلام أهلا بك أستاذ فارس معنا في البداية يعني كيف استقبل المجتمع اليمني هذا المهرجان وكيف تفاعل معه كانت مفاجأة كبيرة أن يأتي هذا المهرجان في ظل الظروف الحالية في الواقع اليمن عندما تفتح الصحف أينما تقرأ أينما تشاهد دمار خراب إرهاب المهرجان أتى مفاجأة أتى شمعة تضيء أتى ليوجد الابتسامة والكل تحمس والكل تفاعل مع هذا المهرجان نعم سيد فارس كيف يمكن أن يؤدي هذا المهرجان إلى إبعاد شبح الحروب والأزمات على الأطفال بالتحديد المهرجان يهدف إلى التوعية طبعا الطفل هو أقوى فرد يؤثر نحن نعرف تأثير أطفالنا فينا وكذلك أطفال اليمنيون تأثيرهم قوي على الآباء تأثيرهم قوي على السياسيون ورسائلهم كما شاهدتم من الأفلام قوية واضحة وتتحدث بصوت عالي نريد أمن نريد بناء دولة نريد استقرار نريد تعليم وهذا هو المطلوب نعم سيد فارس أهلا بك معنا يعني الأطفال في أعمالهم الفنية إن كان رسم أو أفلام لابد أن يحلمون بشيء بأي يمن يحلمون وتحلمون أنتم كنت أتمنى أن يكون في هذا المقعد طفل لكي تسمعوا منهم مباشرة من الصعب جدا أن أتقمص شخصيتهم وأنا أرى المعاناة التي يعانوا بها ولكن ما أستطيع أن أصف لكم هو شعورهم في حفل المهرجان لقد كانوا سعداء لقد كانوا فخورين لقد كانوا يشعرون بالنجومية وأين أنا أيضا فخور بهم وفخور بالرسائل التي وجهوها طيب ولكن ربما أستاذ فارس يعني البعض يتساءل ما الذي من الممكن أن يستفيده الصغار من مهرجان الأفلام بينما هم في بلد يعاني أزمات من كل شكل ولون كيف ترد على هذا سأطلب منكم أن تستضيفوهم أنا أعرف أن كثيرا من الأطفال يتم علاجهم النفسي عندما يرسم وعندما يعبر عن مشاعره كثيرا من الأطفال عندما نجلس معهم نجد أنهم يستحون لا يستطيع حتى أن يعبر بالكلام ولكن أمام الكاميرا وخلف الكاميرا تحدثوا بصوت عالي وبرسالة واضحة قوية وصريحة طيب سيد فارس سنحاول استضافة أطفال في حلقات مقبلة لسؤالهم أكثر عن هذا الموضوع لكن خبرنا أستاذ فارس ما هي أبرز الإيجابيات التي رصدتها في هذه الدورة من المهرجان رفع المعنويات اليمانيون أولا التلفزيون اليمني قناة سبا غطت الحدث على اللايف على الهواء مباشرة هذه الأول مرة يحصل الكل كان متوقع الأسوأ والحمد لله كان الحضور فاق العدد المطلوب والاتصالات كانت كبيرة جدا الكل يريد أن يحضر الكل يريد أن يشارك الغريب أيضا بعد أن انتهى المهرجان القاعة نفسها الأشخاص لم يريدوا المغادرة بعضهم استمروا لمدة ساعتين بعد أن انتهى الحفل مستمتعين يتحدثون مع المخرجين يتبادلوا الخبرات طبعا كان عزمنا كتاب لسيناريوهات مصورين منتجين فاستغلوا الفرصة لكي يتحدثوا رسائل المهرجان قوية جدا الكل متحمس لكي يشاهدها ستصل الرسالة رسائل واضحة رسائل قوية تدعو للأمن والاستقرار والتسامح تطلب البناء والتعليم تنشد يمن رسائل تتحدث باسم 25 مليون في الداخل و100 مليون في الخارج لن يرعبون هؤلاء المضطرفين لن يسيطروا على بلدنا نحن سنفوز ونحن سنصنع يمنا قويا مستقرا بإذن الله نعم نعم سيد فارس جميل جدا هذا التفاعل مع المهرجان ولكن ما هو تقييمك للإنتاج الحالي لسينما اليمن إجمالا والسينما الطفل بشكل خاص بصراحة تفاجأت أنا أتابع للسينما المصرية وأتابع اللبنانية وكذلك الأمريكية مستوى جميل جدا مستوى قوي تلاحظون من خلال اللقطات انظروا إلى هذا الطفل إلى تمثيله إلى أسلوبه رائع يضاهي ممثلين عالميين شخصيته في الواقع شخص خجول هادئ ولكن أمام الكاميرا عملاق أنا متفائل جدا متفائل بالمصورين والمخرجين والسينارياس والممثلين المستقبل زهر وأنا متفائل جدا وأتطلع إلى أن تتاح لهم الفرصة من الجهات الحكومية ومن الجهات الخاصة نعم من صنعاء فارس السنباني رئيس مجلس اليمن للأطفال كنت معنا في اليوم على الحرة شكرا جزيلا لك انتهى الوقت